أربعة أيام لا تكفي سواء لتبادل أسرة أو إتاحة الفرصة أمام أهلنا في قطع غزة والمواطنين الفلسطينيين ليس لإلتقاط أنفاسهم فقط وإنما أيضا لتدميذ جراحهم ونقل جرحاهم إلى العلاج في المستشفيات التي مزالت تعمل في قطع غزة وتشيع ودفن جثمين الشهداء الملقاء في الشوارع هناك ثمانية ألاف مفقود تحت ركام المنازل قطع غزة يفتقر إلى الآليات لإنتشال هؤلاء أو إزالة الركام حتى يتم استخراجهم لا نعلم إذا كانهم في تعداد الأحياء أم في تعداد الشهداء لذلك لابد أيضا من تمديد هذه الهدنة وتقديم يد المساعدة في إدخال آليات ثقيلة وقادرة على إزالة ركام المباني ما نريد نحن استراتيجيا في فلسطين وفي الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية هو أن يتم وقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام لأن وزير الأمن الإسرائيلي جالانت يهدد بأنه بعد انقضاء أيام الهدنة سوف يعود إلى تدمير ما تبقى من مباني ومقدرات ومرافق خدمتية وحيوية في قطاع غزة وهذا أمر خطير جدا ويعل ذلك أو يربط ذلك حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرة الإسرائيليين في قطاع غزة الإفراج عن الأسرة الإسرائيلية في قطاع غزة لا يتم بالوسائل العسكرية وأنا قلت ذلك سابقا وإنما يتم عبر الوسائل والقنوات السياسية والدبلوماسية بحكم تجربتي ومعرفتي بالجانب الإسرائيلي وبالمواقف الإسرائيلية وبالعقلية الإسرائيلية ونمطية التفكير لدى الإسرائيليين هم لا يلتزمون بأي اتفاقيات وعلى مدار ثلاثين سنة مضت منذ توقيع اتفاق أسل وحتى هذه اللحظة يقولون مرارا وتكرارا أنه لا يوجد اتفاقيات مقدسة ولا يوجد مواعيد مقدسة ولا يوجد توقيتات مقدسة يتفق معك بالليل وينفذ في النهار شيئا آخر وهذا ما حصل أمس حسب ما أنا تبعت في وسائل الإعلام أنه كان هناك اتفاق ما من خلال الوسطاء وإسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق مما أدى إلى تعطيل تنفيذ النبضة الثانية التي نفذت بشكل متأخر وهو على مدار أيام الهدنة أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في اليوم الأول وقتل وأصاب عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين أرادوا أن يتوجهوا من الجنوب إلى الشمال لتفقد منازلهم أو إحضار بعض مقتنياتهم لأنهم خرجوا بدون أي مقتنيات من الشمال إلى الجنوب وحتى يوم أمس كان يمنع دخول المساعدات أيضا من الجنوب إلى الشمال والاتفاق ينص على إدخال المساعدات إنسانية وإغاثية إلى شمال قطاع غزة لأن هناك حوالي مليون مواطن فلسطيني ما زالوا في بيوتهم ومنازلهم أولا نحن نتمسك برؤية حل الدولتين كأساس للحل السياسي وهذا لم ينفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنما هو قال أنه لم ينفذ وأنه مع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ونحن أيضا نرحب بذلك ونتمسك بذلك ما شكل الدولة وما شكل السلاح ونوع السلاح الذي سيكون في دولة فلسطين هذا يتم الاتفاق عليه في إطار المفاوضات الإدارة الأمريكية الرئيس بايدن غالبيت الدول الأوروبية الدول العالم تتمسك برؤية حل الدولتين وتتمسك بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ودول وشعوب العالم لكن الذي يعطل ذلك هو الإدارة الأمريكية لذلك مفتاح الحل بيد الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية الطرف الدولي الوحيد القادر بالتأثير على الحكومة في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر